موسيقى 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 بلادنا كتعيش اليوم احتقان احتقان جتماعي للأسباب ديرهم متعددة في الواقع مرتبطة أولا تداعيات دير الجائحة لأنه كانت عندها تداعيات كبيرة على المستوى الاقتصادي وخاصة على المستوى الاجتماعي الألف دير العمال الكثير من 700 ألف عامل اللي فقدوا مناصب الشغل ديالهم ومجموعة من التداعيات الأخرى على القطع الغير المهيكة وعلى فئات واسعة من المواطنات والمواطنين وعتقد بأن الحكومة اليوم صبت الزيت على النار من اتخذت قرار إجبارية جواز التلقيح في الوقت اللي كانت تكلم على اختيارية التلقيح احنا صدرناك كونفيدرالية ديمقراطية للشغل بلغ في هذا الموضوع أكدنا فيه على أنه الحملة الوطنية للتلقيح كانت غادية بشكل إيجابي بشكل تصاعد يكن استيجابة واسعة ديال المواطنات والمواطنين العملية ديال تلقيح وكالمفروض أنه الحكومة تركز على التواصل على التحسيس على أن الجنة العلمية تخرج وتتواصل مع المواطنات والمواطنين وطمأنهم حول التخوفات ديالهم عوض الفرض بهذا الشكل هذا اللي فيه تجاوز ديال الحقوق والحريات وامتهاك ديالها وفيه كذلك تناقض مع مجموعة من المبادئ اللي مرتبطة بالحريات ديال الإنسان وبالتالي اليوم أعتقد بأن النقاش خصويا ينصب حول قضايا الأساسية اللي كيعيشها المغرب اليوم كان عيشه موجة ديالتصاعد وزيادات صاروخية في الأسعار ديال المجموعة من المواد الأساسية على رأسها المحروقات للحكومة السابقة حرات الأسعار ديالها وكانت تقاير ديال المجلس المنافسة لأنه كانت تفاهمات ما بيلموز عند ديال المحروقات والزيادة غادية بشكل كبير لأنه اليوم كانت تساعد ديال الطلب العالمي على المواد البترولية وأكيد بأنه ستساعد ثمان دياله أكثر كذلك على المستوى العالمي واحد الموجة ديالتصاعد ديالنسبة التدخم هذا كله سيكون عنده أثار على القدرة الشرائية المواطنة والمواطنين وفي نفس الوقت نرى الصراح حكومي لنعكس من خلال مشروع قانون المالي في 2022 لن يجعب على هذه الإشكالات الاجتماعية رغم أن الشعارات اللي جاءت الصراح الحكومي هو الأولوية الجانب الاجتماعي ولكن لم يتم تجسيد هذه الشعارات على مستوى مشروع قانون المالي وبالتالي اعتقد بأنه النقاش اليوم اللي يخص يكون هو كيف أنه نأهلو بلادنا كيف أنه نحلو الإشكالات البنياوية والعامقة اللي كعرفها اقتصادنا الوطني وكيف أنه نجاوبوه على الاحتياجات الاجتماعية اللي كيعيشوها عمو المواطنين والمواطنين وخاصة الطبقة العاملة لهذا الباسفاكسينال زاد عمق من بعض المشاكين للدرجة أنه بعض الشركات كي منعوا العموة لأنهم يولجوا المناصب الشغلية وممكن حتى إشكال قانوني في هذه العلاقات الشغلية بمعنى أنه خصنا نركزوه على القضايا الأساسية اللي كتعاني منها بلادنا وحنا في الكنفدرالية الديمقراطية الشغل أكدنا بأنه هذا النقاش حول جواز تلقيه أعتقد بأنه فيه تمويه حول القضايا الأساسية المفروض أنه ينقشوها المغاربة وأكيد بأنه احنا وقفنا عليها كان عنا اليوم اجتماع دين مكسب تنفيدي وغادي نزيدو نوقفو عليها أكثر وأكيد بأنه إلى استمر هذا الوضع هذا الضغط بشكل كبير على القدرة الشرائية وعلى الجانب الاجتماعي فممكن إلا أنه نخرج للإحتجاج من أجل حماية المكتسبات الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات دي الكافة المواطنات والمواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة